مع قناة أم عبد المغي تدخلي 1500 درهم شهريا من قاع دارك بخمسة درهم يوميا مكونات سهلة وبسيطة اللي ممكن أنك تبدي بها المشروع ديارك من قاع دارك بدون تعب بدون مجهود وكذلك بدون ما تحتاجي الفوماسيون مجموعة دي الأسرار والنصائح غدي نتقسمها معاك وكذلك تم البيع اللي غدي يخرجك ماكلا ودوا وعليها الطلب من طرف الموت ضافت بكثرة لأنها صحية ورخيصة نبدأ على بركة الله وما تنسيناك من أبوني ولايك إلا عجباتك الحلقة ثلاثة الكيسان ديال الدقيق ديال الدرا ماشي سميدة اللي تكون مطحونة واللي كتكون رقيقة من الأفضل تكون لنا جديدة نضيف عليها نصف كأس من الدقيق الأبيض وهنا هيك ناخد المنتوج اللي تكون اقتصادي والهدف منه هو أنه تخرج لنا كيف ما تنقوله بمكونات اقتصادية الرباح ديالنا غدي نضيف كذلك معلقة كبيرة ديال النافع أو لحبة حلاوة كافية ووافية كأنه ناخدها ونقيها ومن الأحسن أنا كيت تاخدي إنه فعلي أنه كيجي فيها بين وتعطي منظر أحسن وأفضل نصف كأس من دقيق من سنيدة حتى الكأس لاروب على حسب الحلوة أنتي اللي بغيتي أنا شخصيا تندير فيها غير نصف كأس كافي بالنسبة لي كافية جوج ديال بيقين باودر أو خميرات الحلويات حديد تكون في مكشرة وكنقوم بخلط هاد المكونات فوالا كيف كتشوفي معايا النواشف هما اللولين نضيف عليهم شوية ديال الملحة هادو رات يخرجوا بالسفحة بالنسبة المالي للحوانت وممكن أنك يدفعهم لهم كيبقى لكرباحك وكذلك مالي المخبازات ولكن أحسن شيء هي تعامل مع الموظفات تشدي الكليان ديالك وفي نفس الوقت تبقى يخد دمع معاهم دائما أحسن من خدمة الجملة ما غاديش يحملوني مالي الحوانت في هذه القضية ولكن ما عندهم ندير لكم كنساعد العيالات باش يحقوا من دخولهم وتهم يشيطوا لهم شوية برتقالة وحدة أو لحامضة اللي كنناخده غير نصف ديالها ما كنك تروش بزاف غير باش ساعتين اللون والنكهة ممكن لما كانش عندك ومم توفرش تعوضيها بصاشية ديال الفاني راه كافية ووافية وأكيد كنناخده ديال العبار هناي المرحلة الموالية كنناخد كاس لاروب ديال الزيت العادية وهنا كنستعمل ماركة لرخيصة يعني ما غاديش يمشي ليا الماركة الإغالية نخلط هاد المكوينات جيدا نخلط هاد المكوينات جيدا أو لا غير نبس بسها كيف كتشوفي معايا يعني ماشيت معك باش ما تجينيش أم رغدنا أراكا جيدا في شفشة من الداخل غادي نضيف على هاد المكوينات اللي عندي كاس لاروب شوية ديال الملحبة دا وغادي نضيف كاس لاروب ديال الحاليب اللي كيكون بارد عادي انتظروا مأتغل في المطابع رجعين هاد المكونات نiformي وكيكون الشيط كم تعطي المكونات كلشي كتبيرين بسباتولة فيتفص و سريع سوف نخلط 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 سوف نضيف و نزيل المرحلة الموالية سوف نخلط سوف نخلط سوف نخلط سوف نخلط سوف نخلط نخلط سوف 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 نخلط مع الناس اللي تحتاجو هاكا هاد العيبات للقوتي او لا للمناسبات تدري لكارت فيزيت فارقيهما للمحلات سواء مكتابات سواء تعاملي في فيسبوك سواء كذلك تعاملي معهم في دي سيبر على حسب ننتراج اللي انتي فيه والله يوفقك والله يستلك كنشعل عليها الفوق هو اللويل كنخلي واتتتشقق تماما ومن بعد كتنزل لها اللي تحت كتشعل عليها درجة الحرارة ما كتكونش فيتا 180 درجة في الفران ديال الطوب كتجي رائعة ولديدة اقتصادية وفي نفس الوقت صحية بالنسبة الناس اللي عندهم فقر التام لانا وكيف شوشي معايا خدمناها بالضراء اللي اكيد غنية على التعريف بالنسبة للفوائد اللي فيها سميدة اللي شاط لكم مزهر ما ترميهمش كنجيروهم فوحد قريعة في تلاجو كنحتفظو بهم تكتجينا الكومود اخرى واكيد كنحيدو منهم ما ذاك شي اللي بقى في العجينة تكتجينا طالبية اخرى او الكومود اخرى وكنخدمو بها بصحة والراحة والله يستلل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة